في ناس يستحق ان انت تعمل لهم تقديم وفي ناس اسمهم بيقدم كل حاجة يوسف واهبي اسم شارح لنفسه وشارح لتاريخه ومهمة ثقيلة جدا على الصديق العزيز ومؤرخنا الفني لأستاذ محمد شاوي النهاردة عندما يتحدث عن هرم من اهرام الفن المصري مساء الفل لأستاذ محمد مساء الخير يا أستاذ تامر أخبرك ايه؟ الحمد لله تامر كل فل كل تمام الحمد لله يوسف واهبي أو أنا أسف يوسف بيك واهبي لازم تقفل احتراما وإحنا بنتكلم عنه طبعا هو صاحب العزة صاحب العزة كان في تترات أفلامه صاحب العزة يوسف بيوهبي كان بكده بكده صاحب العزة يعني معروف في هذا الاسم كان صرح يوسف واهبي صحيح صحيح يوسف واهبي تقليل لنا انه هو ابن زوات ودايما ابن زوات كان بيبع عندهم مشكلة في النصف الاول من القرن العشرين في العمل في الفن هو بالطبع زي ما حداك عارف سيد سامر أن معظم الطبقة الرقية والأرستقراطية في ذلك الوقت كان بيعانوا بيعانوا أنهم يكونوا فنانين في ظل التقاليد الصارمة ونظلة المجتمع للفن صحيح أولا لو كلمنا عن يوسف واهبي زي ما التقرير برضو أشار هو من موليد الفيوم وبالتحديد في 14 يوليو ١٨٨٨ ١٨٨ يعني هو موليد القرن 19 وكان بيفخر بأن تاريخ ميلاده يناسب تاريخ الثورة الفرنسية ١٤ يوليو فبدأ هو ابن زوات وأرستقراطي وأبوه مفتش عموم الرأي أبو باشا عبدالله باشا واهبي وجده يعني علاقته كله يعني أهله يا بص الصورة هو صغير هو أهله كلهم باشاوات وناس من يعني من أصول أرستقراطية طبعا بدأ علاقته بالفن من خلال الفرق المتجولة اللي أول ما فتح حينه لقى فرقة متجولة على المسرح اللي كان بتجوب القطر ومنهم محافظات الصعيد لأنه كان والده بيمر على كل محافظات الصعيد بحكم ووظفته طبعا حب هذه المهنة وأخلص لها جدا من ساعتها هو كان عمره وقتها ثمان سنوات ثمان سنوات قرر أنه مش هيبقى حاجة إلا ممثل وقد كان وله طبعا تمرد على الأرستقراطية والعيلة والده كان عايز يكون يرعي أملاكه خاصة أن والده من الأثرياء لكن أصاد هذه الرغبة العارمة واللي بدأت تزداد شيء في شيء لغاية ما تعرف على صديقه محمد كريم السينماء الكبير المخرج محمد كريم أحد رواد فن صناعة السينما هو مخرج أفلام عبدالوهاب كلها محمد كريم طبعا كان في القهرة في حي عبدين وكانوا بيتقابلوا عشان يروحوا يشوفوا المصارح ويشوفوا شرع ميدي الدين بدأ الموضوع يكبر عندهم لغاية ما قرروا أو يسفروا إيطاليا يتعلموا هناك وبالفعل يتعلموا فن يتعلموا فن هو درس هناك في درس التمثيل هناك في إيطاليا عشان يسافر إيطاليا أستاذ تامر ما كانش سهل هو سافر على أساس أنه بيدرس حاجة تانية لكن ما كانش حد يعرف أنه سافر إيطاليا عشان بيدرس فن إلا المربية بتاعته يعني هو ضحك على العيلة آه بالضبط ويسافر لدرجة أن المربية بتاعته دي كانت بمثابة أمه يعني حتى أنه يعني قال أنه باعت السورة اللي كان بيتم تلكها مخصوص عشان تساهم في المصاريف بتاعته يا حبيب وطلع على الباخرة وانتها تلع بكام يا أستاذ تامر وقتها بربعة جنية سافر من مصر لإيطاليا بباخرة بربعة جنية دي كلها في مذكراته اللي هي عشت ألف عام ليه مذكرات كتبها وهو إسارت ده في مذكراته اسم المذكرات كده عشت ألف عام في من البداية دي اتعلم وشاف أجواء السينما وحب السينما أكتر والدته بعدت له تلغرف عشان والده كان بيموت بالفعل جاء لأ والده مات لكن اتطمن جدا أن والده سأل عليه قبل ما يموت وقال خلو يوسف يسمحني يا حبيبي مش هو خلو يوسف يسمحني فدأت لك صدره وورث عن والده ثروة تقدر بعشر آلاف جنيه ذهبية الله دي ثروة 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 طبعا وقتها طبعا ثروة والده توفى في بداية العشرينات لما هذه الثورة ده غير بقى غير الأراضي دي الأدي يعني دي كأموال سائلة غير الأراضي طبعا كون فرقة مسرحية نعايز أقول حاجة يا أستاذ تامر المسرح أو المسرح قبل يوسف وابي كان عبارة عني كان عبارة عني مسرح هزلي واحد يطلعه يقوله فصل سكتشات والتاني واحد من الفواصل يطلع راقصة يطلع منه يطلع منه الجست يبقى فيه خمور فيه فصل على موعات كده أي حاجة للتسالي طبعا هو وطبعا ما فيش موعيد ولا تقوص ولا خالص هو طبعا لما ده راح إيطاليا وشاف الحاجات دي شاف حاجة مختلفة عنه الموجود في مصر فلم كل فحول الفن في مصرح رمسيس مصرح رمسيس ده يعتبر يعني كان فحول الفن كله في هذا المصرح زي مين زي علوية جميل أمينة رزال يوسف زاكي توليمات لا زاكي توليمات عزيز عيد سراج منير استفان روسي عبدالسلام النابولسي قامات كلها أو عبدالعليم خطاب فاخر فاخر قامات طبعا أكون فرقة رمسيس من فرقة رمسيس طبعا عمل تقوص كان أول مصرح أو أول رفع سطارة على المصر رمسيس كان عاشرة مارس 1923 تقوص بقى يعني من دم لها عشان أأكد على المعلومة المصرح كمبليت لكن الموجود تسعة أفراد ليه؟ لأنك الناس معتقدة أنه ليس بموعيد نيجي براحتنا آه يعني الحجز الكراسة كلها محجوزة بس ما فيش حد اللي موجود دلوقتي تسعة أفراد لسا الناس بقى عادة في الفيديو تلبس و تبراحتها لأنه عارفين التقوص بتاعة المصرح إنها مش فاللتزم وحضر كنا تسعة بس بالضبط فأفل أفل هو قال خلاص ما حدش هيدخل وما استردوش تذكرهم بدأ بدأ نستعرف يعني مسرح ثلاث دقاءات تجي بتاعة المصرح إذانا برفع استطاع هو برضو العمل هو الاقترحة ترجمة نانسي قنقر